اشتركوا في القناة وصحة لفطوركم وصحة لصحوركم هذه المرة ندير تعليق حول الاعترافات من تاوزير الخارجي الأسبق القطري اللي قام بها على قناة أمريكية هذه المضلة الأخيرة وفي هذا الوقت بالذات حيث أعلن في هذه الاعترافات أن قطر مشاركة بشكل رسمي في العمل المسلح في سوريا وأعلن بشكل رسمي من أن قطر قامت بأخطاء رفقة أمريكا ومن لفها لفها واعترف بملء فاه من أنه هناك قاعة عمليات في الأردن وقاعة عمليات في تركيا كنت في وقت سابق العبد الضعيف تحدثت في تسجيلات يوم أن انفجر الشارع في الجزائر وانفجر الشارع في ليبيا وانفجر الشارع في تونس وفي مصر وقلت لكم من أنه هناك يد خارجية رح تخلط فيه في ذلك الوقت من قال من أنه بركونا من هذا النظري انتعى المؤامرة وهذا هذا تثبيت وكيفاش وإلى غير ذلك من الأشياء وركم شفتوا الأحزاب هذيك اللي في وقت سابق كانت تزعم المعارضة وتزعم التغيير ركم شفتوا هلآن وين راحت وشفتوا حتى الآن هذا الناس اللي في وقت سابق كانوا يزعموا في التغيير وكانوا يزعموا في دعم الثوارات هاكم شفتوا ذرك النتيجة اللي وصلوا لها يعني ما يجيش واحد الآن يقول لي بللي ما كانش فيه مؤامرة ركم تشوفوا اعترافات بملء فاه يعترف من أنه هناك قاعدة عملية في الأردن وقاعدة عملية في تركيا هذا الشيء اللي يعترف به والناس المتابعين تعرفوا بللي هناك قاعدة عسكرية أمريكية موجودة في قطر وتعرفوا بللي قطر عندها علاقات وثيقة مع إسرائيل وكنا تحدثنا على القناة تعالجزيرة ما يجيش واحد ذرك يقول لي بللي قناة تعالجزيرة ما كانش تلعب في دور وما يجيش واحد ذرك الآن يقول لي بللي قطر راهما ما يجيش الدعم في الإرهاب هذا والآن راهوا يعترف بملء فاهم أنه راهما كانوا يدعموا في جماعات مسلحة ربما منكم راهما مختلطة عليه الأمور نشرح بعض الأشياء كان بعض هذا الناس اللي راه مدركوا في الجماعات المسلحة مع لبالوش هو راهو مانيبيلي يستعملوا فيها بلا مع لبالو هو راهو في بالو راهو رايح يقيم الدولة الإسلامية نعطي لكم بعض الأمثلة فقط فيما بعد الإنسان اللي يفهم الله يبارك الإنسان اللي مفهم شو شرح تدير لونته هما مثلا بعض المرات يطلقوا لهم بعض المأكولات ولا بعض الألبسة ولا بعض الأغذية عن طريق الطائرة هما ما عندهم ش الدفاع الجوي هذا منتوع الجماعات المسلحة يطلقوا لهم هما هذوك الأغذية في أماكن معينة ولا أدوية ولا أسلحة هما يعتبروا من أنها غانيمة راهما هذي قال مثلا القوة الأمريكية ولا القطرية ولا من هذة الدول اللي راه تتعامل معهم قال راه أخطأت الهدف راه كنت راه هتمدها للنظام السوري النصير البعثي أكذاك ذاك ذا وره أخطأت الهدف وبالتالي هي راه غانيمة لهم هم هي مانيبيوليوم كين المانيبيولاسيون من هذو النوع وكين التعامل المباشر بحيث هو أنه فيه ناس عندهم علاقات مباشرة بالتحالف هذا اللي راه موجود مع أمريكا وكذا عندهم علاقات مباشرة وبالتالي الناس اللي راه في الصف الثاني وفي الصف الثالث وفي الصف الرابع ما على بالهم بهذه الأشياء اللي راه تجري يعني الناس اللولين اللي راه موجودين في تركيا ولا راه موجودين في الأردن في القاعد العملية هذه وراهم يخطوا معاهم هذو راه على بالهم ومش راه ما يديرو وكيني الناس راه أيضا راه يخدموا معاهم وراهم تحت الأعيون انتهم راه موجودين في دول مختلفة تالي كيفاش انتشوف انتما إنسان عميل عميل موجود هنا في فرنسا ويتعامل مع جماعات مسلحة ويتفاخر بنشر التسجيلات على الصفحة من النور على الكتيبة الفلانية والكتيبة الفلانية راه داروا عملية باسمه والسلطة الفرنسية على بالها بهم خلي عليه الشيء اللي حصل للآن وشي هو هو انه بعد ما طلع الرئيس هذا الجديد في فرنسا وطلع هذا الرئيس الجديد في أمريكا اتقلبت بعض الأشياء لأنه الإدارة السابقة كانت تتعامل معهم وكانت تتمون فيهم بالدراهم وتمون فيهم بالسلاح وتمون فيهم بالمعلومات وكما كنت نقول ونعود ونكرر من أنه فيهم الناس اللي على بال ومفيهم الناس ما على بال همش ذرك هذا وزير الخارجي الأسبق هذا القطري لأنه لأنه صرح هذه التصريحات في هذا الوقت بالذات رقم رقم شفتوك الآن ما يجري في قطر هذه الأيام من إعلان قطع العلاقات هذه الدبلوماسية مع قطر والمحاصرة انتاعها يعني بشكل أو بآخر فيه ناس منكم اللي رقم يقولوا باللي هذا هذا تعدو واللي انتاع السعودية والإمارات وكذا وكذا هذا رقم ضد ال وسمه رقم يتعاملوا مع الصهيونية يتعاملوا مع الصهيونية وماذكر رقم يحاصروا في قطر اللي رقم تدعن في الثوارات وتدعم في حركة الإخوان المسلمين وتدعم في وسمه حماس وإلى غير ذلك هكما تشوفوا فيه هذا رقم يعترف بملء فاه وكما قلت لكم في التسجيل السابق من أن رقم كلهم مشاركين كلهم مشاركين لما كان رقم مشارك في الإدارة السابقة أنت أمريكا رقم مشارك الآن مع الإدارة الجديدة هذا هو الفرق بين أمريكا لأن كما تعرف من أن في أمريكا وفي دول واحد أخرى كان هناك أحزاب وكان هناك تداول على السلطة يعني ذرك لو كان مثلا كلينتون هذه وصلت للحكم رأى الأمور مستمرة بشكل ربما أبشع الآن تغيرت هذه الإدارة الأمريكية وبالتالي تغيرت بعض الأمور تغيرت بعض المعطيات ذرك لماذا هذا الوزير الخارجي الأسبق هذا نتاع قطر لماذا خرج في هذا الوقت بالذات لماذا كان من المفترض هو أنه يتحدث هذا وزير الخارجي الذي الآن راه ذرك هو في هذه الحكومة الحالية هذه نتاع قطر لماذا يتحرك هذا الوزير الخارجي الأسبق لأنه عنده علاقات مع الإدارة السابقة وكان قادر هو يدير حوار مباشر على الجزيرة ولا قناة عربية علش هو يروح لأمريكا ويدير هو هذه التصريحات وهذه الاعترافات في أمريكا لأنه هو لما راح لأمريكا وتحدث من خلال هذه الوزيرة الإعلامية الأمريكية راه يخاطب في هذا الجناح السابق على جلب يتحرك ويضغط على هذه الإدارة الجديدة لأنه عندهم ملفت على بعضهم لذلك الأخوات في الجزائر وفي ليبيا وفي تونس وفي سوريا وفي المغرب وفي كل مكان لازمكم تعرفوا من أنه هناك مؤامرة لازمكم تتأكدوا منها ولازم تصير وعي عندكم هذا لا يعني من أنه هذه الأنظمة راه على الحق إحنا رانا ضد الأنظمة ورانا نسعى للتغيير ولكن كيف ما يقولوها بالجزائرية يا أخويا سكران ويعرف بيبداروا أنا ما يجيش واحد يقدع لي ما يجيش واحد هو يستعمني على جلب أنا نروح نهيئ الأرضية على جلب هو يجي حتى البلد نتاعي أركم شفتوا ما الذي حدث في سوريا شفتوا ما الذي حدث في ليبيا شفتوا ما الذي يحدث في أوطان وحد أخرى الحراك اللي الآن راه يمشي في المغرب راه عنده علاقة بما يجري فيه مخطط نتاع إنشاء دولة جديدة في المنطقة نتاع المغرب العربي الكبير هذا فيه مخطط راكم شفتوا دجارة مكيني الناس اللي يقول لك ما لازمش تقول للمنطقة نتاع المغرب العربي ما لازمش تقولها ما لازمش تقولها وراكم تشوفوا في الإعلام نفسها في ليبيا في تونس في المغرب راكم نشوفوا في الإعلام هي نفسها نفس الشي راهم يديروا فيه في جهة تركيا وسوريا على جلب هما يديروا دولة جديدة في المنطقة سمى نتاع الأكراد وممكن جدا ممكن جدا هذا احتمال ممكن جدا هو أنه ينشئوا دولة جديدة في المنطقة تاع الخليج قادرين يجيبوهما الشيعة هذوك اللي راهم في البحرين والشيعة اللي راهم موجودين ثم في الطائف في السعودية ويدعموا جهة مننا ومننا وينشئوا دولة ثم شيعية في المنطقة تاع الخليج شكون اللي يمنح إذن هذا التحرك هذا وزير الخارجية الأسبق لا تحرك شغال هكذا كبير لأنه ذرك هذه الحكومة الحالية الامير الجديد الابن الامير السابق راهم وذرك هو في في مأزق وتحرك ذرك هذا الوزير الخارجية الأسبق لأنه راهم محسوب على الأمير الأسبق تحرك وذرك هما على جلب هش يعودوا يرطبوا الأمور وهذه التصريحات هي راها اعترافات واضحة وهو يحب يقول باللي راهم شاركة في هذا العمل الارهاب لأنه لما تدخل فيها الإدارة السابقة يقول لي والناس يعرفوا بللي هذه راها قضية تا دولة مش قضية تا اشخاص ولما يكون هناك تنسيق بين عدة الدول راكم نشوف تركيا داخل في القضية تا قطر لأنه عارفين من أنه راهم مستهدفين ورق تشوف في هذا كنت الأردن را قد في الخط خلاص قال أنت العمل هي تراها موجودة ثم هو كأنه معل بلو بولو ساهموا في قتل أنت صدام حسين ويستقبل في العائلة أنت وثم راكم شفتوا اعترافات بالصوت وبالصورة وين أنه هذا الوزير الخارجية يقول من أنه تعاملوا مع الأمريكان في الحرب في العراق وفي أفغانستان قتلوا أسامة باللادن ويجيبوا في التصريحات في الجزيرة وقتلوا صدام حسين ونفس الشي ويجيبوا في الأنصار في الجزيرة وهكذا كم يقوله يقتلوا الميت ويمشيوا في الجنازة وهذه الخدمة نتاهم هذه الخدمة نتاهم من بكري للآن إذن كنا منذ البداية مع التغيير ولازمنا مع التغيير ولكن تغيير يكون بأيادي جزائرية نظيفة وتغيير يكون بوعي وتغيير يكون من السي إلى الأحسن ومشي العكس وكنا ندعو للمصالحة قبل ما يظهر هذا شيء للعربي ولازلت أدعو إلى المصالحة وربما بعض منكم ما راهوش فاهم لما نتحدث أنا على التغيير ونتحدث على المصالحة يقول لك وشي هذا أنت أمن تحتاج على التغيير وتحتاج على المصالحة يا أخي الكريم نهار اللي يكون عندك وعي وتكون عندك معرفة بالشي اللي راني يقول فيه في ذلك نهار علق وتكلم المصالحة راه هي اللي طب الأخرى تغيير هو اللول والمصالحة هي اللخرى المصالحة نلحقو لها كثقافة نلحقو لها كسلوك يحدث التغيير الأول فيما بعد نوصل للمصالحة المصالحة حاول أنه تذوق مثلا لما راح تغير بيت بيت عنده الجدر أنتع ومحط ما عنده الأرضية أنتع ومكرفصة عنده السقف أنتع تغير البيت تغير وفيما بعد تبني بيت جديد في البيت الجديد وأنه يتلاقون الناس ويتخاو مع بعضهم ويتحدثون مع بعضهم وفق توافق وفق تآخي وتسامح هذه المصالحة اللي يلحقوا لها فيما بعد تلحق لها كثقافة بعد ما تبنى دولة المؤسسات في الجزائر بعد ما تعرف الناس الحقيقة على شرع مظركم خايفين دوركم لما سمعوا دورك هذه اللي يامات هذا إطلاق صارح واسمه هذا سيف الإسلام القذافي علش رهم ذلك هما مرتبكين لماذا لأنه راه يمتلك معلومات وما ماذا بهم باش هذا النظام السابق في ليبيا والله في العراق ماذا بهم باش ما يقعد حتى واحد فوق الأرض لماذا لأنه هما هذو كالناس رهم يمتلك معلومات ويمتلك أسرار ويمتلك وتسجيلات ركم شفته غير فقط تسجيلات نتاع واسمه معمر القذافي ويتحث مع الأمير هذا نتاع قطر ومع هذا الوزير الخارجي نتاع قطر ركم سمعتوها وذلك الآن رهم يستغلوا فيها في السعودية قال راه ويتأمر على السعودية هذه راه وحدها كتشوفوا حط يدوا مع أمريكا ويد مع السعودية وقاعد يلعب في اللاب هذوك يروح يقول لهم هكذا وهذوك يروح يقول لهم هكذا وناس مع الأسف الشديد تروح تمشي القرضاوي هو في نفسهم مستعملينه صفاه هو بنفسهم مستعملينه ومجموعات من توع حماس هما في نفسهم مستعملينهم مستعملينهم هذوك لاقينا ثم هما مذبيهم على جلبه يلقوا بلد يحتضنهم ويلقوا ظهر يحميهم يحوسهم يتحركوا ثم وعلى جلبه تكون عندهم لقاءات وعلى جلبه يتحركوا وينشطوا كذا وهذوك لاقيينها على شو ما قتلوا القذافي قتلوه لأنه خطر عليهم لأنه يمتلك معلومات عليهم يكفي فقط هني قلت لكم غير هذه وحدة من ألاف هذه القضية التسريبات اللي سربوها في التسجيلات هذه اللي مع الأمير تا القطر هذه هذه غير واحدة ما بالوك غضو أنت يتحدث لك هو بالصوت وبالصورة ويكشف لك الأسماء ويكشف لك المخططات ويكشف لك الأموال التي أعطاوها لفلان وفلتان وكذا وراء دخل فيها صحف ودخل فيها قنوات فضائية ودخلين فيها عمالاء يخدموا معاهم سواء من هذ الناس اللي يسميوا في رواح المعارضين أو من الضباط ومبعثين للخارج إلى غير ذلك من الأشياء كما تشوف فيهم الناس اللي يتحركوا في القضية على المغرب حنا رأنا نتحركوا على هذا المواقع التواصل الاجتماعي الله غالب كنت جاءت عنا الأموال كنت درنا قناة هما يخافوا من الحقيقة ويخافوا من المصالح المصالح هي العدو واللدود خطر هذا يرتزقوا من الدماء يرتزقوا من الدموع يرتزقوا من الآهات يرتزقوا من العذاب يرتزقوا من الأوجع عن الناس إذن هذه التصريحات هذه هذه التصريحات الوزير الخارجي الأسبق القطري ما جات شي غير هكذا كبرك وإنما جات من أجل دق الأجراس الخطر لأنه الآن رأنا محسين من أنه هناك موجة وإحدة وقادرة تعصف بهم كيف هما كانوا يخطوا من أجل العصف ببعض الأنظمة الآن ذكرهم مستهدفين بالتالي يدركوا مهم تحركوا ورأهم يحركوا في هذوك الناس اللي كانوا يدعموا فيهم وكانوا يتعاملوا معهم هما هذ الناس هذو هما ينزعجوا من المصالحة الآن رأي كي الناس تتحدث عن المصالحة في سوريا تتحدث على مصالحة في ليبيا هما ما تعجبهم ما يعجبهم شذا الخط هما ماذا بهم كي الناس هما يستغلوا في هذوك المطالب المشروع عن ته الناس يا أخويا أنا راني ضد النظام في ليبيا ولكن أنا اللي نغيره ماكشنتل اللي جي تفرض عليها ولا تشرط عليها هما ذرك هذو ما يحوسوا إلى التغيير يحوسوا يمسحوا العار تاعهم لأنه على بالهم برواحم باللي رهم متورطين مع القذافي ونفس الشي مع علي عبدالله صالح هذاك في اليمن ويخافوهما من هذو الناس اللي يرهم دركهما في الأنظمة السابقة لأنهما يمتلكوا معلومات عليهم تخيلوا مثلا لو كان دركهما ما قتلوش هذاك صدام حسين وكشف الأسرار تاهم هما قتلوه على جلباش هما تاريخ كامل يمسحوه هو أنه قال مثلا يستغل هو والقذافي وغيرهم يستغلون وعلى جلباش هما يكشفوا هذه المؤامرات ويكشفوا هذه الأسرار وفلي يكون هناك تغيير حقيقي لكن هما لا تغيير الحقيقي ما يخدمهمش لأنه التغيير هذاك اللي هو يعود بالمنفع على الأوطان ويعود بالمنفع على الشعوب هذاك التغيير اللي هو يستعيد السيادة الوطنية ما يخدمهمش ما تخدمهمش ما يخدمهمش الوضوح هما مغار يجيبارك يحكي لك انتا والنظام ومنا ويستغلوا بعض القاضايا وهموا احد ها ودر اضراب والله واسموا ويدروا عليه حيحايا ويلا وتبدأ الناس تتبع في الموجه ما تتبعش يا أخي خدم عقلك خدم مخك هذالناس اللي رئي متحركوا هذالناس هذو هذو ما يسمى هذو بالمشطوبين والمتقاعدين هذو نفس الشي هذو رئي خدموا فيهم تعملما تخرج للشارع وتهيئ الارضية للدخول لما ينزل للجيش تهيئ الارضية لما ناس من بعد اتقل لا تحكمش فيها هكتشوف غير تسجيل بارك تنشرون تاع اليوتيوب ينول ضدك تنشرون تاع في الفيسبوك يرجع ضدك نفس الشي غدوة تخرج ناس اللي الخارج تخرجهم ذركوا غدوة للشارع لذلك دائما انا احرص على العمل الجماعي العمل الجماعي ما لازمش ناس تتخلف عمل جماعي كامل الناس تتحرك وتمشي واحدة واحدة المصالح هي اللي تدير الوحدة الوطنية هما الوحدة الوطنية العدو ونتاعهم رقم واحد لذلك هما يكرهوا المصالحة ويكرهوا الحديث عن المصالحة خطر هذه المصالحة اللي نتحدثوا عليها عندها فلسفة واحدة اخرى بشي المصالحة انت احمهما انت اعقل هاو تلقى اه ويحيا مع مدني مرزاك وشربوا قهوة في الرئاسة وكذا وروح بسلمها بالعافية والله هاو تلقى سعيد سعدي معا علي جدي في 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 ما صفره هم بدروا المصالحة المصالحة اللي نتحدثوا عليها احنا اللي تبدأ بالتغيير واللي تنشئ عليها مؤسسات المصالحة اللي تكون فيها قناة فضائية وتكون فيها مؤتمرات وتكون فيها ندوات ويناقش فيها الشعب المشروع انتع مجتمع جديد ويكون هناك حوار وطني وتكون هناك حكومة انتع وحدة وطنية وتمشي الناس واحدة واحدة من اجل على جل باش تبني دولة جزائرية جديدة هذا هو العمل اللي احنا رنا نقوم به اذا الاخوة والاخوات اتمنى ان ارني افدتكم بهذا التسجيل ومع ذرا على الايطالة تحيتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته